طيب تعالوا نروح للجزيرة ونشوف كيف يستعد الاهلي في هذه اللحظات مع العد التنازلي لمباراة الترجي والاهلي وإحنا شايفينه من أعلى نقطة في مختار التتشي في الجزيرة والمقر الرئيسي أمام برج القاهرة نروح لزمنا فاروق صلاح موفد قناة الاهلي المتواجد حاليا في مقر النادي عشان نطمئن من خلاله على آخر الاستعدادات فاروق مسائل فل أخبارك وعايز أتطمن منك الجديد عندك لو عندك تفاصيل باستحاب القايمة هيبقى كام لاعب اللعيبة مدى جهزيتها المتاح اللي ممكن نطمن بجمهور الآل يا فاروق برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي والترجي مباراة الذهاب لدور أبطال إفريقيا مباراة مهمة جدا مباراة الحلم الكبير جدا للنادي الأهلي طبعا بالتحقيق البطولة الأفريقية والحفاظ على اللقب الأفريقي عايز أقولك داخل ملعب مختار التيتش أو داخل أركان للنادي الأهلي كتيب التعمل في كل مكان يعني سواء على الجانب الإداري على الجانب التنصيقي والتعارف الاجتماعات اللي بتعقد في هذه الأثناء أيضا يعني جانب بابابا يعني في الوقت اللي بأكلمك فيه اجتماع بيعقدوا مستر مارسل كولر مع أفراد الجهاز الفني طبعا وكافة أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري طبعا قبل المحاضرة اللي هيعقدة مع اللعابين طبعا والحديث عنها للسعداد لزي المباراة زي ما يا محمد ما أنت استعرضت وقلت طبعا أن الكابتب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هيكون رئيسا لبعث التفاريخ للنادي الأهلي المتجهة إلى تونس غدا بإذن الله زي ما بنأكد يا محمد على المباراة يعني أنت تلعب بالشوت أول في تونس لكن إن شاء الله يكون معاك التوفيق في الشوت الأول إن شاء الله وتكمل يعني إن شاء الله الفرحة الكبيرة هنا في استاد القيران اللي يحتضن المباراة طبعا يا محمد بالأمس كان مستر مارسل كولر منح اللعابين وراحة سلبية لمدة 24 ساعة فريق بيعود النهاردة ليه استئناف تدريباته إن شاء الله في تمام الساعة السادسة هنطلق تدريب النادي الأهلي أسبقه طبعا زي ما قولي أكدتا محمد إنه يكون فيه محاضرة بين مستر مارسل كولر واللعابين خلينا أقولك إن على مدار الأيام الماضية الاستعداد للمباراة الترجي بدأ من خلال ياسين المكاري محل الأداء للنادي الأهلي اللي مستر كولر طبعا إنت عارف ما بيسيبش حاجة للظروف مستر كولر كل التفاصيل الفنية بيطلبها من ياسين المكاري اللي على مدار الأيام الماضية كان بيقدر يجاهز مجموعة من المباراة طبعا للنادي الترجي اللي تنسي اللي تقدر تقول سواء هو بالنسبة للنادي الأهلي كتاب مفتوح أو النادي الأهلي أيضا بالنسبة له كتاب مفتوح ولكن تعرف طبعا محمد إن المباراة النهية بتحسم على تفاصيل بسيطة السين المكاري جمع مجموعة من المباراة أيضا اللقائين اللي خادهم فريق للترجي اللي تنسي أمام مميليو دي ساندوينز تفاصيل كتير جدنا طبعا مستر كولر هيتكلم فيها النهاردة في المحاضرة الفنية مع اللعبين وطريقة اللعب اللي هيطبقوا ويتمرن عليه اللعيب على مدار اليومين أعز أطمنك على كافة هذه الأجواء وإن شاء الله تكون رحلة موفقة بإذن الله الفريق للنادي الأهلي ويعني العودة إن شاء الله بنتيجة إيجابية من تونس بإذن الله بإذن الله زي مننا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة بشكرك شكرا جزيلا وأنتو أوزنون للأهام الجاية مش أبقى فيه تفاصيل فنية كتير لأن أنتو عارفين طبعا مهم جدا نقفل على كل التفاصيل الفنية استعدادا لهذا اللقاء الناس بمستنية معلومة مين هيسافر مين جاهز إن شاء الله بكرة ممكن يكون فيه تفاصيل الجديدة لما الأهلي يعلنها مع سفر الفريق إلى تونس إن شاء الله مساء الغد الأربعة نخرج إلى فاصل ثم نواصل